السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم النهاردة سنرى مع بعض الحل بتاع التشالنج الذي نزلناه في فيديو بتاع الاسبوع اللي فات قبل ما ابدأ اريد اشكر كل الناس اللي بعتتلي حلول افكار كلها ممتازة حلول كلها عملية جميلة جدا و ان شاء الله في اخر الفيديو سنقول اسامي الناس اللي بعتنا الحلول فاستنى معنا لكن قبل ما ابدأ تعالى افتكر مع بعض التشالنج ده كان بيقول ايه بالزبط اللي كان مطلوب من حضرتك ان انا هتديلك جدول زي ده في اكواد اسامي و مبالغ لثلاث شهور و حاجة تضعه في الـ Power Query وبعدين نطلع الجدول النهائي او الـ Output اللي طالع مفيهوش غير بس الاسامي والشهر الاخير بس كمان لما يجي لنا جديدة زيادات الموجودة هنا ولتكون مثلا بتاعت شهر ابريل ناخد منها Copy ونحطها في الجدول طبعا ده جدول format control V الجدول بيكبر بياخد مع شهر ابريل وبعدين لما اقف على الـ Output بتاعي رأيت كليك ورفرش بدل ما كان هنا شايف مارش بقى شايف ابريل ده اللي كان مطلوب من حركة بالزبط في الحقيقة انا كنت مجاهز حل عن طريق الـ M-code language او بعض الـ M-code functions واحدة او اثنين نكتبهم بسرعة ونوصل لحل التشالنج على طول لكن الحيول اللي جاتلي من نوكو في الحقيقة مقسومة الى قسمين بعض الناس ركست على الـ M-code وعملت تتحوله ضريفة جدا وناس تانية عملت حيول عن طريق الـ User Interface او بيسموه Power Query Editor عشان كان قرارت انا احل باكتر من طريقة الطريقة الاولى هنستخدم الـ User Interface ونشوف ازاي ممكن عن طريق بعض الحاجات البسيطة ونوصل لحل التشالنج ده الطريقة التانية هنسميها Hybrid يعني ايه Hybrid يعني هستخدم برضو User Interface بس هغير حاجات بسيطة اوي في الكود عشان اقدر اوصل بشكل اسرع وبشكل مور افشنت عن طريق الـ User Interface كمان في الاخر هاوريك ازاي ممكن الـ Hybrid ممكن شوية copy paste بسيطة ونحولها لتقريبا سطر واحد من الكود ويهيوصلك لنفس النتيجة برضو هتكون نتيجة كويسة جدا تعالى نبدأ دلوقتي الجزء الاولاني هنشوف مع بعض ازاي ممكن نحل التشالنج ده عن طريق الـ User Interface تعالى مع بعض نروح على الـ Excel موسيقى اول حاجة هعملها اودي الجدول على الـ Power Query طبعا انا محاولوا table format فهختار اي سال واعمل red click هلايه option اسمه get data from table range هدوس عليه هيفتح الـ Power Query Editor اول خطوة على اليمين هي source هنسيبها لكن الخطوة التانية change type هنشيلها في الوقت الحالي ونروح على اليمين نغير اسم الـ Query وهسميها User Interface لاني هعمل واحدة تانية فهسمي دي User Interface انا هبدأ بان انا هشيل الـ Column زال مش عايزها او هحاول اوصل للشكل النهائي انا عايزه وما هو الا انا محتاج الـ Column بتاع الـ Names هختاره من الـ Header وادوس control واختار الـ Column بتاع اخر شهر رايت كليك واقوله remove other columns انا ده الشكل انا عايزه في النهاية ولكن مشكلتي ان انا عايز لما غير الشهر احط شهر جديد يظهر لي الشهر الجديد هنا وده مش هيحصل مش هيحصل ليه لانك لو طلعت فوق في formula bar هتلاقي انه فيه functions تخدمها اسمها table dot select columns ومستخدم فيها hard coding يعني هارد كودنج يعني قال انا محتاج تحديدا الـ Column اللي اسمه نيم والـ Column اللي اسمه مارش مكان كلمة مارش دي محتاج الاقي حاجة الحاجة دي توصلني لاخر Column هتكون ديناميكية دايما تبص على اخر Column طب عشان اعمل كده هعمل ايه هرجع على خطوة السورس وحبدأ من السورس اعمل شوات حاجات هنحاول قدر المستطاع نشتغل ميوزر انترفيس فاول حاجة هعملها ان انا هعمل ديموت للهيدرز يعني ايه ديموت للهيدرز يعني انا عندي هنا فيه هيدرز للجدول عايز الهيدرز دي تبقى اول لين موجود هنا طب هل ده ممكن اممكن من ترانسفورم حلاقي حاجة اسمها use first row as header لو دوس تعالي تحت هتلاقي use headers as first row هاختارها وطبعا هيسألني عايز تنسيرت ستاب هقول لي اوكي هلاقي الهيدرز بقى في اول لين دي اول خطوة طيب ليه بقى لان انا محتاج الهيدرز دي عايز لست الهيدرز دي تكون معايا طيب الخطوة التانية هعمل ايه هعمل ترانسفورز للجدول ده هل ده ممكن اممكن موجودة بالترانسفورم جنب اللي قابلها على طول جنب use first row as headers فيها اسمها transpose اول ما هدوس عليها برضو هيسألني عايز تنسيرت ستاب ولكن عمل ايه بقى خلل الاعمدة صفوف وصفوف اعمدة وبالتالي الكولوم الاولاني بقى عندي فيه لستة الاعمدة لما هو ده قدامك دي وهو ده انا محتاجه بالزبط محتاج لستة الاعمدة بس فيه خطوة كمان ممكن اعملها ان انا اشيل بقية الكولومز يعني انا مش محتاج غير بس الكولوم الاعميد في الوقت الحالي فهاقف عليها write click وقال له ايه remove other columns برضو insert step مفيش مشكلة نكمل insert عادي طيب زي ما انت شايف استخدم function اسمها table or straight columns وحطري جواها اختيار بتاعي اللي هو column 1 اللي انا اختارته بصراحة فيه طريقة اسهل من كده هتطر اكتب كلمة واحدة بس كلمة واحدة في ال formula bar فهمسح الخطوة دي delete وهطلع تاني على خطوة ترانسبوز طبعا الخطوة دي اللي هي remove other columns اللي في الاخر دي بازت وانا عارف انها تبوز ومعنش مشكلة هنصلحها في الاخر هرجع على transpose table او transpose table وعايز اختار الكولوم الاولاني فلو وقفت في formula bar بعد table وترانسبوز لو وقفت بس وعملت square bracket وبدأت اكتب column 1 وعملت علامة الصح هيختار لي column 1 وكمان هيحوله ايه لستة طيب الحاجة التانية انا عايز ال column الاخير بس طب ازاي اختار ال column الاخير لو رحت على المينيو لمجاد الوقتي انت واقف عليه اسمها transform طبعا انت عشان جوه لستة فالوقتي انت موجود في حاجة اسمها list tools وهتلاقي ان فيها تابة اسمها transform وتنسفورم عندك هنا حاجة اسمها keep items او remove items انا عايز keep items وحوله سمحت keep bottom item طبعا برضو هقول لي insert step مفيش مشكلة insert هاتلي الايتمز اللي في الاخر طب عايز كم ايتم من الاخر انا عايز ايتم واحد بس من الاخر هكتب واحد وادوس اوكي هتلاقيه جاب لي listة مفيهاش غير بس item واحد اللي هو مارش اللي هو دايما هيكون اخر شهر يعني اي شهر هدخله دلوقتي دايما هيظهر لي هنا في الاخر طب هل انا عايز listة ولا انا عايز ايتم جوه اللي ستة لا انا عايز بس كلمة مارش مش عايز listة فيها كلمة مارش طب عشان اعمل كده ممكن برضو من فوملا بار كلمة برضو صغيرة جدا حقف هنا هو في الاخر واعمل وقل له صفر طب معنى الكلام ده ايه انا بقوله لو سمحت الايتمز اللي عندك في listة دي عايز منها اول ايتم طب ليه ما كتبتش واحد لانه زي ما قولنا قبل كده اكتر من مرة ان الpower query zero based لو عملت عندي صح دلوقتي هتكتب لك هنا ايه مارش يبقى انا الخطوة اللي اسمها كيبت last items دي دايما هيظهر لي فيها اسم الشهر الاخير وده انا محتاجه بالزبط تعال انا عايز اغير اسم الكلمة دي او اسم الخطوة دي right click وحقول له rename وحديها اسم وليكن الاسم ده مثلا last column طب هل كده هعمل ايه بعد كده خلاص يعني طب انا كده يعطي بقيت الحاجة لو رجعت على اموه other column دي وتعالى نبص على ال function اللي كان استخدمها وقلنا اسمها table protect columns وحتلاقي هنا اعمل reference الخطوة اللي قابليها فده هغيره واخليه بص تاني على source فحكتب هنا source هتلاقي رجع لي تاني الجدول ومختار مارش لكن لسه برضو مارش دي hard coded او مكتوبة باليد عايز اغيرها مفيش مشكلة هاختارها بالراحة كده واعمل back space delete واكتب مكانها ايه اكتب مكانها last column الخطوة اللي احنا عملناها الخطوة اللي قابليها على طول واعمل عامة الصح كده تمام جاب لي ال name ومارش والدنيا هيلة جدا تعالى بقى نجرب كده مع بعض close and load اعايز الكلام ده في تابل existing worksheet وتعالى نروح في حتة على الجنب هنا كده ونقول له اوكي ادي العشرين روبتو يحصل لهم تعالى نجرب نحط شهر ابريل كنترول سي اول column فاضي جنب الجدول كنترول في هاختار الكويري بتاعتي واقول له لو سمحت اعمل ريفرش ابريل العملية اشتغلت هايل جدا يبقى زي ما شوفنا مع بعض استخدمنا ال user interface وعملنا خطوات مش كتيرة خالص double click ثاني كده بص عملنا كام خطوة 1 2 3 4 5 خطوات بالزبط قدرنا نوصل للحل اقصر طريق ممكن توصل له عن طريق user interface تعالى بقى نجرب طريقة hybrid هنستخدم برضو بس هنكتب كام كلمة مع بعض او كام function مع بعض بسيطة جدا اذهب الى query اسم ال query right click ثم اختار من اول right click و delete until end لكي نرجع الوضع الاولاني بتاع source ونغير وهنسميها hybrid ونضع انتر ونعمل نفس الكلام ليس غير مبدئي اختار names ثم اختار April اختار right click وقال له سمحت remove other columns نفس الوضع بالزبط وصلنا نفس الخطوة دي وتعالى برضو في النص نحاول نعمل خطوة او اثنين توصلنا ان احنا لما نعمل remove other column نحط حاجة مكان كلمة April تكون dynamic عشان نقدر نوصل بها للحال النهائي طب عشان نعمل كده هرجع على source وتعالى نفكر مع بعض انا محتاج ايه؟ انا محتاج list columns محتاج اسامي ال headers فممكن active function فانكشن سهلة جدا اسمها table.column names ودي عملناها قبل كده عشان اعمل خطوة custom step هدوس على fx هديني يقولي لو سمحت عايز وطبعا اداني هنا custom one هنغير اسمها بعد شوية وهروح قبل source طبعا source ده الخطوة اللي قبليها فانا عايز حاجة اشغالها على source ال table اللي جاي من source عايز اعمل عليه function وقلنا اسمها table.column names هفتح قوس وطبعا خد بالك تقفل قوس بعد كلمة source وبعد كده تدوس enter هتلاقي على طول listة والlistة دي جاهزة فيها زي ما انت شايف اسامي ال columns كلها طيب تعالى نغير اسم الخطوة دي وحقوله rename وقال له ده لو سمحت سميهولي last column زي ما عملنا ما فات بالضبط وهدوس enter وتعالى بعد كده نشوف احنا عايزين نعمل ايه نفس الكلام بالضبط انا محتاج اجيب اخر ايتم موجود في الليستة دي طب عشان نعمل كده قولنا user interface ممكن يساعدني هروح نفس الكلام على keep items وهاختار لو سمحت keep bottom items وقال له insert مفيش مشكلة وقال له عايز اخر ايتم وهقول له اوكي وهيعمل نفس الكلام بالضبط لكن انا هعمله هنا هرجع ابص على الفنكشن اللي عملها اسمها list dot last in خدت بالك list dot last in طب انا هاخد copy من الفنكشن دي وهقول له control c وهرجع تاني على last column دي وهرجع احط الفنكشن دي control v وهفتح قوس وبعد كده بعد القوس بتاع table dot column names هعمل كاما واقول له واحد واقفل ودوس enter اعملي نفس الحاجة بالضبط اداني list فيها ابريل واحد طيب يبقى الخطوة دي مناش لازمة هشيلها انا بس حبيت اوريك ازاي ممكن تجيب اسم الفنكشن لو انت مش عارفه انا كده واقف عند نفس الحكاية دي بالضبط لكن فيه فنكشن احلى من دي لان بعد كده عايز ابريل باردو اذا value فيه فنكشن بقى احلى من دي فنكشن اسمها list dot last فتعال نمسح الان الموجودة في الاخر وتعالى كمان نشيل واحد دي لانه list dot last بتجيب اخر record على طول من غير ما تديله رقم لان خد بالك list dot last in ممكن تجيب لي اخر اثنين اخر ثلاثة اخر خمسة لكن list dot last بتجيب لي اخر واحدة خالص اخر item خالص وهعمل كده هدوس على علامة الصح هتلاقي اداني على طول زي ما انت شايف اسم الابريل ده موجود as a value الفنكشن او الخطوة دي متلها single value اسمها ابرل طبعا كده خلاص انت عرفت الباقي هروحة remove other columns وهي هختار هنا هو مكان ابرل همسحها بالراحة واختار مكانها last column الخطوة اللي انا نسا عاملها ومكان last column اللي هو مشاور عليها الابريل اللي هو محتاجه طبعا table dot select columns محتاجة table ومحتاجة list بالcolumns انت محتاجها او محتاج تخليها في الابريل او تختارها من الابريل ففي الحاجة دي برضو هعمل reference لأول خطوة اللي هي خطوة source وهي معلمت الصح وادي الجدول بتاعك خرج معاك بشكل هايل تعال بقى بص كم خطوة ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاث خطوات ارجع user interface خمس خطوات يبقى انا قدرت اوفر خطوتين او ثلاث خطوات مالهمش اي لازمة خالص وقدرت عن طريق معرفة بعض الفنكشن البسيطة زي table dot select columns وزي الفنكشن اللي اسمها table dot column names والفنكشن اسمها list not last قدرت على طول اوصل نتيجة مش بطالة جدا تعال بقى في الجزء الاخير من الفيديو اوليك ازاي ممكن تحول ده الى خطواتين بدل ما هم ثلاث خطوات نعمل duplicate كمان right click وحلو سمحت اعملي duplicate كمان المرة دي هسميها let's say مثلا one line ودوس enter وتعال نفكر مع بعض ازاي ممكن اقصر خطوة كمان ويبقى عندي حاجة زي ما يكون one line of code طيب تعال نفكر فيها انا عندي الفنكشن الموجودة هنا دي list not last وجواها table dot columns وعندي فنكشن تانية اسمها table dot select columns يبقى انا منتهى البساطة لو خدت copy من الكود ده ctrl c لكن طبعا بعد ال equal سيب ال equal في حلقة وبعد كده اروح الى الخطوة الى وراها ومكان last column دي هاختارها كلها بالكامل كده ctrl v يعني بعمل replace الخطوة الى قابليها بالكود اللي كان موجود في الخطوة الى قابليها وبعد كده اعمل علامة الصح هتشتغل معك بشكل ممتاز ممكن ارجع كده وقوله delete الخطوة الى قابليها طبعا دي مبقيتش مؤتمد عليها دي واخدة من قبلها على طول وبعد كده حطينا الكود بالكامل او two functions جواب بعض حطيناها في الخطوة الاخيرة تعالى نعمل load تعالى نجرب 3 functions مع بعض احنا كان عندنا غاية April تعالى ناخد May و June مع بعض تعالى نعمل refresh تمام June تعالى نشكل ارقام اول رقم واخر رقم شكلها تمام اللي بعدها right click و refresh نفس الكلام حصل لها update الاخيرة right click و refresh نفس الكلام يبقى اللي ممكن يتعلمه ان فيه حوالي 100 الف طريقة تعمل بها نفس الحل وكلهم صح وكلهم كويسين لو انت بتفضل يوزر انترفيس قولنا لك طريقة سهلة جدا سكة سهلة جدا لو بتحب تتعلم M code ورناك بره طريقة مش بطالة الزمنة بصراحة ناس كتيرة بعثت حاجات هايلة زي انا عملتها ويمكن فيه حاجات ممكن تبقى افضل ولكن في النهاية فيه اكتر من طريقة لكن احسن حاجة ان انت بترتح لها تختارها وتشتغل معها الفقرة الاخيرة شكر خاص جدا للناس اللي بعتولي دي لوحة الشرف بتاعتنا وحب اشكرهم بالاسم ولو سمحت لو نطقت اي اسم غاعت محدش يزعل مني ابراهيم اوزاديد شهاب الصغير احمد نجيب اشرف حواش هيسم الطحان مامادو قدو اهاب عمار محمود منصور فتحي طاها هشام بن طاما ريكي بانج ام عثمان علي الطماش انتوني سوفي نوا اورن محمود بني اسادي مستر سامير طبيل احمد شنواني محمد الزيكي ومحمد فريد شكرا جدا ان شاء الله في تانج تاني جاي استنونا شكرا اشتركوا في القناة